أعلنت الشرطة السريلنكية أنها عثرت على 87 صاعق قنابل في محطة للحافلات في العاصمة كولومبو وذلك بعد يوم على اعتداءات دامية أوقعت 290 قتيلا على الأقل وأوقف على إثرها 23 شخصا إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام أن انفجار جديدا وقع قرب إحدى الكنائس في العاصمة حيث قال شهود عيان إنه وقع إثناء محاولة الشرطة إبطال مفعول عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة هكذا يبدو الموت بعد يوم على اعتداءات دامية طالت الأبرياء في كنائس وفنادق في سريلنكا فبعد نقل جثامين الضحايا لا يبقى سوى أشياء ملطخة بالدماء وأمن يحقق ودمار في كل مكان السلطات السريلنكية أعلنت يوم الثلاثاء يوم حداد وطني على ضحايا أعمال عنف لم تشهد البلاد مثلها منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام فأعادت ذكر القهر والموت إلى أذهان الناس مسؤولية الاعتداءات التي أصفرت عن مئات القتلى والجرحة حملتها السلطات لجماعة التوحيد الوطنية رغم أن الأخيرة لم تتبنها حتى لحظة إعداد التقرير كما أعلنت السلطات فرض حالة الطوارئ وحظر التجول اعتبارا من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء وذلك بهدف السماح للأجهزة الأمنية وقوات الجيش ضمان الأمن العام يوم حزين مر على سريلانكا تلك الدولة الصغيرة النامية في آسيا وصدمة لعل أكثر من شعر بها هم سكانها كون وقع مصيبة كهذه في عالم كهذا يختلف من دولة إلى أخرى فبحسب مراقبين شتان بين تغطية واهتمام العالم باعتداءات كهذه لو وقعت في أحدى الدول الأوروبية وبينها في دول تقع على هامش الحياة والجغرافيا ترجمة نانسي قنقر